مازال هالأدل عملية استراتيجية عندك وبتشوفها بعيد وكل شي كيف هي يعني السعاد رمضان كيف هو عندك بعد خمس سنين يعني هل رح يكون ممثل مطرب هل رح يكون مطرب كبير هل بيغير بيعمل شي تاني شو الصورة اللي يمول لا ما رح غير اعمل شي تاني هادي على الاكيد يعني لانه هادي شغلي بيدمي أنا ما في يعيش بيدمه سيئة وتانيا اصعب شي على الفنان يغير يطلع من الفن أصعب يعني خصوصي اذا وصل لمرحلة العالم حبته خلاص هايدي هايدي الشهرة هي مرض حلو انا بقول مرض بس مرض حلو يعني مرض مش مرض مثل فوضى المنظمة اي فوضى المنظمة مثل بقوله بعد خمس سنين اذا ظلت ماشي مثل ما انا بدي ومثل انا عاتي وربنا وفقنا بحيكون اكيد عم بتقدم عنا عن هلا يعني اللي بدون ينقال بها الاطار انه في الاغنية الرماسية يعني اغنية العاطفة اللي فيها رقي وبتنعمل بصوت باس وبتنعمل بموسيقى راقية يبدو ان هي حاجة هالأيام وانت سيد هاي لعبة انا لاحظتها ومش كتير ناس لاحظوها وا انت ملاحظات معها وا انا قلتماي انه هذه الفترة بقلك شغلي بكل صراحة نعم لو عملت نأتي ضد النسيان لو عملتها هلأ من سنة كانت ضرب تكسرت الدنيا كنا بس عملتها بوقت كانش وقتها كانش وقته الرماسي راقلك هلأ انه الامور كلها ركبت على بعضها لحتة نجحت شو محسودين يعني تهيأت لك كل الظروف لطعطيها هلأ هذا الوقت إذا بتشوف الأغاني اللي عم تضرب هي الأغاني الرومانسية بس الناس بدها هيك وبدها هيك بحفلاتي أنا بغني بغني دبكة ومغني مرقص العقلة ومغني الاشياء كمان الرائق أو هات هلأ شو عندها الجديد هلأ؟ هلأ عنا مفروض أغنية جديدة شوالله ما نطول هالمرة لأنه من بعد شو محسودين لأنت وأنا كان فيه تسعة تشوهر بأيناتهم